بعد أن تصدرت محافظة البصرة قائمة المدن العراقية في نسب تجارة المخدرات والإدمان عليها وفقا لمفوضية حقوق الإنسان يأتي التأكيد هذه المرة على لسان مدير شرطة البصرة رشيد فليح الذي كشف بأن 80% من المخدرات المتنوعة في المحافظة مصدرها إيران أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني كلام رشيد فليح حول استخدام إيران للبصرة سوق لتجارتها بالمخدرات لم يكن الأول من نوعه فقد اعتقلت القوات الحكومية العديد من الإيرانيين بتهمة تهريب المخدرات إلى العراق كما قال الصحيفة العرب الجديد نقلا عن مسؤولين في وزارة الداخلية إن إيران أغرقت العراق بالمخدرات عبر الأحزاب والميليشيات التي تدعمها حيث تقوم ببيع مخدراتها بأسعار أقل من سعرها في باقي دول العالم لضمان استهداف أكبر على دم من العراقيين بتعاطيها وبالتالي تحطيم المجتمع وخاصة شريحة الشباب الذين باتوا يهددون مصالح طهران ونفوذها في البلاد مؤخرا العرب الجديد عادت لتؤكد أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع منع انتشار المخدرات في العراق أو ملاحقة كبار التجار لأن أغلبهم من قلة الكتل وزعماء الميليشيات لافتة إلى أن ارتفاع نسبة جرائم السطو المسلح والقتل وغيرها تزامن مع ازدياد أعداد المدمنين فبحسب رئيس منظمة مكافحة المخدرات فرقد الجبوري فأن تعاطي المخدرات والإدمان عليها بلغ نسبا عالية بين أوساط الشباب بشكل خاص هذه النسبة أكدها مكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابع لمنظمة الأمم المتحدة حيث قال في تقرير له عام 2017 إن ثلاثة من بين كل عشرة شبان عراقيين هم من مدمن المواد المخدرة الإدمان على المخدرات القادمة من إيران لم يقتصر على المواطنين فحسب فقد كشفت تقارير أمنية عن ارتفاع نسبة التعاطي بين عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى نحو 15% بينهم ضباط يتعاطون المخدرات خلال أدائهم الواجب فإذا كان هذا حال الأجهزة الأمنية فكيف يكون الحال بين أوساط الشباب؟